إفراق الثخائر الحية برؤوس المتظاهرين وعلى الملأ لا ينجح في الغالب بوأد الغضب الشعبي فتلجأ الأنظمة الاستبدادية إلى اتباع أساليب أخرى أكثر دموية لكن دون ضجيج عمليات اغتيال منظمة ومتسلسلة تقوم بها ميليشيات المسلحة في وضح النهار تستهدف نشطاء ومتظاهرين في محافظة البصرة أمام مرأة الجميع بمن فيهم القوات الحكومية وتخرج كالعادة وعود سلطات الأمنية بالتحقيق تفضي في الغالب إلى تقييد القضية ضد مجهول أو أن الجريم ارتكبت بدوافع عائلية واجتماعية موقع ميدل أست البريطاني تناول تقريرا بهذا الخصوص يحذر من عمليات قتل سرية قد تطال المحتجين في البصرة على غرار عملية اغتيال الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعاد العلي ومن سبقها خلال أيام معدودة الموقع نقل عن متظاهرين في البصرة إن القوات الحكومية والميليشيات بدأت تغتالهم سرا بالتزام مع ترويج الإعلام الحكومي بأن المتظاهرين مخربون وحراقوا مؤسسات وأكدين أنهم باتوا يتوقعون عودتهم إلى منازلهم لكن داخل توابيد لا سيما بعد اتهامهم من قبل قيادات سياسية وميليشياوية بتلقي الدعم من دول غربية كذريعة لتصفيتهم ومن ثم الإشاعة بأن دوافع تلك الاغتيالات قضايا اجتماعية وعلى الرغم من توقع المتظاهرين الذين تحدثوا للموقع أن مصيرهم قد يكون القتل قريبا إلا أنهم أكدوا عزمهم وصلة تظاهراتهم لا سيما أن حال البصر المتردي لا يتوقع أن يطرى عليه أي تغيير يذكر مع إعادة تدوير الوجوه ذاتها في السلطة ثم ختم الموقع بالقول إن الغضب الذي أبداه البصريون حطم الاعتقاد بأن البلاد في طريقها للانتعاش بعد نهاية الحرب مع تنظيم الدولة مؤكدا أن وضع البصرة لا يزال ساخنا وقد ينفجر في أي لحظة إذا لم تحل المشاكل التي تعاني منها المحافظة